في 2024 والسوشيال ميديا الربح من عليها بقى من أقوى الاستراتيجيات الأقصر فعالية ما ينفعش تبقى في 2024 حتى لو حضرتك مش عاوز تظهر بنفسك حتى لو حضرتك مش عالف تشتغل في مونتاج ازاي في 2024 أصبح الزكاة الاصطناعية بيلعب دور رئيسي جدا في نجاح كتير جدا من منشئين المحتوى بدون زهور بدون مونتاج بدون أي أدوات على الإطلاق موقع زي اللي معنا النهاردة بيقدر أنه يعمل لك فيديو احترافي تقدر تدخل داخل الشهري من وراء محترم جدا 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 وأنا شوف مع بعض دلوقتي القنوات اللي شغالة بموقع زي مواقع أو موشن اللي معنا النهاردة وبتحقق أرباح ضخمة جدا جدا الحقيقة أنت مش محتاج أي حاجة غير موبايلك والإنترنت بتاع حضرتك الموضوع كل بالزكاة الاصطناعية هيجي سؤالك في بال حضرتك دلوقتي بيقول يا موبايلك طب هل الفيديوهات اللي معمولة بالزكاة الاصطناعية مقبولة في اليوتيوب مقبولة في الفيسبوك مقبولة على التيك توك بتحقق أرباح بتجيب مشاهدات عاوز أقول لك أن مقبولة بنسبة 100% بدون أي مشكلة على الإطلاق اليوتيوب بيسمح لك أن أنت تعمل فيديوهات بالزكاة الاصطناعية بشرط أنك تعلم على الاختيار اللي بيقول أن الفيديو ده معمول بالزكاة الاصطناعية بيجيب مشاهدات بيجيب أرباح بيجيب مشتركين فوق الوصف كل ده هنشوفوا برضو مع بعض الوقت القناوات اللي شغالة بالموضوع ده عندها مشتركين قد إيه فيديوهاتها مش معدية نفس عدد الفيديوهات اللي المرشئين العاديين بيعملوه مع ذلك جايبين مشتركين أكتر بكتير جايبين مشاهدات بالملايين جايبين أرباح بالألوفات طيب خلينا نشوف مع بعض على سبيل المثال قناة زي كده قناة ده اسمها يا جماعة AI Historian ولو لاحظنا مع بعض هلاقي أن القناة دي عندها بس 24 فيديو وعندها بس 324 ألف مشترك حضرتك متخيل من 24 فيديو عندهم قرب نصف مليون مشترك طب فيديوهاتهم معمولة كلها بالذكاية الاصطناعية ولو جينا بصينا حتى للمشاهدات بتاعتها هتلاقيها إعجازية فيديو شورت مش مكمل دقيقة عنده 56 ألف مشاهدة 36 ألف مشاهدة 341 ألف مشاهدة 2.800.000 مشاهدة يعني اقول 3.615.000 لو نزلت تحت تلاقي 4.200.000 1.600.000 1.900.000 2.000.000 مشاهدة 10.000.000 مشاهدة عاوز اقول لك ان قناء زي دي لو رحنا ببحثنا عنها دي اسم القناء زي AI Historian لو رحنا ببحثنا عنها هتلاقي ان الارباح الشهرية بتاعتها فتتراوح يا صديقي ما بين ال 146 دولار لحد ال 2300 دولار خلينا نمسك الحد الوسط شوية ونقول ان القناء دي بتعمل في الشهر 1500 دولار ده رقم كبير جدا لا يستهان به عاوز اقول لك ان احنا كمنشئين علب جميعا ما نقدرش نعمل حاجة زي كده في الشهر ده حاجة شبه مستحيلة ولكن كمحتوى اجنبي هنعمله مع بعض النهاردة زي ما القناء دي بتعمل بالزبط هنقدر نوصل للنفس الارباح دي لان اللي هو عمله مش مختلف كتير عن اللي انت هتعمله مش مختلف اطلاقا هو نفس اللي احنا بنعمله هو اللي منشئ المحتوى ده بيعمله ايضا بدون ظهور بدون اي راس مال على الاطلاق طب نبص على قناة تانية برضو نشوف برضو مثال تاني دي قناة اسمها Z AI PIPEL القناة دي عندها 153 فيديو وعندها 160 الف مشترك وده برضو رقم ضخمي جدا جدا على عدد فيديوهات زي كده عندك الفيديوهات بتاعيتهم هو لسه منزل فيديو حالا 390 مشاهدة عنده 17 الف مشاهدة 9627 الف حدث والاحرة كل ما تنزل بقى بص مشاهدات 39 38 47 الف ده بشكل يوم يعاوز اقولك ان الفيديوهات دي كل يوم في فيديو او فيديوهين بينزلوا مجموعة المشاهدات دي بيخلي قناة زي AI PIPEL تعمل حوالي 13 الف او 830 عفوا لحد 13 الف دولار شهريا نمسك العصاية من النص القناة دي بتعمل يا سيدي في الشهر بس 3000 دولار اللي اما حضرتك انك تعمل نفس الفكرة ولكن المرة دي باستخدام موقع رائع جدا سهل جدا وهو موقع موشن طيب هيجي سؤال دلوقتي في بقى لحضرتك كلا لا محتاج ان انا عشان اشتغل على الموقع ده اكون ان انا ادفع فلوس لا يا صديق مش تدفع اي حاجة هل محتاج ان انا يكون عندي خبرة في المونتاج او اي حاجة من ديت مش محتاج منك اي حاجة غير انك تطبق نفس خطواتي الفيديو ده مش بس كده الفيديو اللي حضرتك هتعمله ده مش هنعتمد بس ان انت ممكن ترفعه اليوتيوب والفيسبوك ريلز والانستاجرام والتيك توك وكلام ده وتربح من خلاله ده انها ساعدك كمان باستراتيجية اضافية ازاي تقدر تحقق داخل تسحب به ارباحك بطريقة اضافية عن طريق بقى فودافون كاش اتصالات كاش البيتكوين البايير البيبل بايونير زي ما انت عاوز طريقة جبارة جدا رائعة جدا ومش هتلاقي حد على المنشئين المحتوى بيشرح لك التريكات اللي انا بقول لك التريكات دي بتفيدك بدل ما انت تستنى انك تربح من مشاهداتك على السوشيال ميديا لا ده انا كمان بزود لك فرص ربحك بطريقة اكسترا او بتريق اضافية سهلة جدا ومجانية ايضا بدون اي مشكلة على الاطلاق الفيديو ده مناسب لجميع حول العالم مناسب لجميع الدول العربية حضرتك بموبايلك بس اشتغل معي بعد حلقة النهاردة وان شاء الله تحقق ارباح ممتازة جدا احنا في 2024 ومطلع 2025 ما ينفعش تفوت على نفسك استراتيجية مهمة زي الاستراتيجية دي طولت كتير في المقدمة يلا بينا نخش بسرعة على التطبيق العملي والشريح العملي ولكن قبل ما نخش على الجزئية دي دوقت الاعلان عن المسابقة الاسبوعية او الجيفيوية الاسبوعية اللي قمته 25 دولار هيقدم لخمس فائزين بيتم الاعلان عنهم يوم الجمعة القادمة او بحد اقصى الحد الساعة 11 ونص مساء بيتم الاعلان عنهم على قناة تليجرام او الفيسبوك بس ايب لك لينكات بتاعتهم دايما في سندوق الوصف المسابقة سهلة وبسيطة وليها شروط بسيطة جدا كل اللي عليك انك بتكون عامل لايك للحلقة اشتراك بالكلام فعل زر الجراز عشان ميفوتكش اي جديد وانك تجاوب على سؤال المسابقة الاسبوعية اللي هفتدي اطراحه لحضرتك حالا دلوقتي كمام شباب والسؤال المسابقة الاسبوعية بيقول ما هو الزهب الاسود كل اللي عليك صديقي انك تجاوب على السؤال ده في التعليقات التح مع تطبيقك للشروط اللي اذكرناها وكده انت مواهل للفوز بالجائزة الاسبوعية بتاعتنا وزي ما اتفقنا بيتم الاعلان عن الفائزين يوم الجمعة بحد اقصى يوم الحد الساعة 11 ونص مساء على قناتنا على تليجرام وقناتنا على الفيسبوك بيسيب لك اللينكات بتاعتهم فيه صندوق الوصف يلا بينا من غير كلام كتير وانطول اكتر من كده في المقدمة نخش في الشرح العملي والتطبيق العملي معاكم اخوكم مبارك وديه قناتكم فكرة تانية لكل ما يتعلق بالربح من الانترنت تمام شباب اول خطو هنبتدي ان احنا نعملها ان احنا نعمل تسجيل حساب في موقع موشن كل اللي حضرتك هتعمله وانك هتدوس على كلمة create stories for free بالشكل ده انها صديقي هتبتدي ان انت تسجل ياما بالجيميل بتاع حضرتك ياما بالدسكورد بتاع حضرتك ياما ان انت تسجل بحساب خاص بحضرتك او حساب خارجي في الحالة دي انا بانصح حضرتك بطريقة لزيزة جدا ان انت بتروح على موقع اسمه تم بميل الموقع ده بيبتدي ان هو يوفل لحضرتك عدد لا نهائي من الاميلاد تقدر ان انت تاخدها كده قبي وتسجل بها طبعا رسائل التأكير بتجيلك هنا في الانبوكس تحت طبعا لو انت عاوز تستخدم اكتر من ايميل لو انت خلصت التسجيل بالاميل ده كل اللي عليك انك بتيكي تحت تقوله delete هتدي ان هو يجيب لك ايميل تاني غير الاميل اللي كان موجود وتبتدي ان انت تحصل على عدد لا نهائي من الاميلاد تقدر ان انت تسجل بها على اي موقع انت عاوز على سبيل المثال انا هيخد اللين كده اسجل بي اهو في موقع موشن بحط هنا الايميل بتاعي بعد كده بحط الباسورد بعد كده هقول له sign up لاحظ ان هو هنا قالي ان في رسالة التأكيد جاتلي على الايميل بتاعي هتدي ان انا اروح لموقع تم بايميل تاني واستنى اشوف هالفرسالة التأكيد جاتلي بالفعل في الرسالة التأكيد جات على الايميل بدوس عليها بالشكل ده بعد كده هتلاحظ ان هو بيقول لك confirm your email هتدوس عليها وكده حضرتك اكدت الايميل بتاعك جميل جدا اصدقائي كده احنا دخلنا بشكل مجاني زي ما انت شايف احنا على الفري بلان معانا 200 كوين 200 كوين بيساعدوك ان انت تعمل من فيديوهين لتلاتة وزي ما اتفقنا بموقع تم بميل نقدر ان احنا نشتغل مدى الحقيقة على موقع موشن بشكل مجاني بدون اي مشكلة على الاطلاق الموقع ده رائع الموقع ده فريد من النوع واللي هتشوفه معي فعلا تحفة فنية طيب عشان تبتدي تعمل اي فيديو انت عاوزه بتعمل ايه بتيجي على كلمة generate from promet بالشكل ده ودوس عليها بعد كده انت عاوز تعمل الفيديو بتاعك بمقاس ايه عاوز تعمله فيديو لاندسكيب او اللي هي الفيديوهات الطويلة واللي عاوز تعمله فيديوهات قصيرة مناسبة لليوتيوب شورتس تيك توك انستجرام كلام ده او الفيديوهات المربعة بالنسبة للانستجرام عفوا اللي هي الالف وتمانين في الالف وتمانين على سبيل المثال احنا نشتغل عادي فيديو طولي للناس اللي هي عاوزة تشوف ازاي ممكن نتعمل فيديو طولي طبعاً language او output هو الانجليزي بدون اي مشكلة على الاطلاق بالنسبة للتون هتختار بقى انت عاوز تعمل دلوقتي فيديو ليه علاقة بالايه لو هو فيديو ليه علاقة بالبزنس فخلاص انت تخلي التون بتاع الشخص اللي بتكلم او أو الشخص الذي يعلق التعليق الصوتي في الفيديو يبقى شخص يعني ليه علاقة بالبيزنس الصوت بتاعه بيخاطب الفئة بتاعة البيزنس لو هي قصة للأطفال فبتختار التون يبقى موجه للأطفال فعلى حسب نوعية الفيديو اللي حضرتك ناوي ان انت تشتغل عليها بتبطين ان انت تختار الحاجة بتاعتك لو انت مش لاقيها هنا بتدوس على كلمة أذر جميل جداً طبعاً بعد كده الستايل بتختار انت عاوز الفيديو بتاعك يظهر بأي شكل من الأشكال دي اللي ظهر قدامك ويعني على اي طريقة او اي نوع انت حبه بتبطيدي ان انت تختار الحاجة بتاع حضرتك وانا على سبيل المثال مثلاً هاختار الحاجة بتاع 3D كارتون بالشكل ده نقص ان انا عمل ايه نقص ان انا احط البروميت بتاعي الوصف اللي انا عاوز من خلاله يتعامل الفيديو بتاعي ده طبعاً انت ممكن تشغل دماغ انك تشوف الناس اللي احنا شفناهم مع بعض في مقادمة الفيديو عمل فيديوهات عن التاريخ تبطيدي ان انت تعمل فيديوهات عن التاريخ عمل فيديوهات عن الاماكن السياحية تعمل فيديوهات عن الاماكن السياحية وهكذا وهكذا الموضوع ده بيرجع لاختيارك والطريقة اللي انت عاوز تشتغل بها انا على سبيل المثال هروح لشاتجي بيتي عشان اقدر من خلاله ان انا انشئ وصف احترافي يمكنني من انشاء فيديو احترافي بدون اي مشاكل على الاطلاق طيب شباب هنا النقطة دي مهمة جدا في شاتجي بيتي ليه شاتجي بيتي انت دلوقتي مش عارف تعمل وصف للفيديو بتاعك تقدر تعبر بنفسك مش عارف تعمل حاجة زي كده فبتروح الى شاتجي بيتي وبالعربي تماما اكتب بالعربي بدون اي مشكلة زي ما انا كاتب قدامك دلوقتي بقول له اكتب لي بروميت باللغة الانجليزية لصناعة فيديو على موقع الذكاء الاصطناعي اللي عمل الفيديوهات للمنصات زي اليوتيوب وزي التيك توك بالنسبة للفيديو بتاعي كتبتله ايه قلتله اريد انشاء الفيديو عن اسرار النجوم والكواكب والمجرات وعن احتمال وجود كائنات غير مكتشفة بعد على ان يكون الفيديو تشويكي وان تكون صور ومرئيات الفيديو باعلى جودة وهي الفور كي عبر باللين تعاوزه عبر باللين تعاوزه والشارجي بتيه هيتطلع لك البروميت النهائي هو هيفهم من تعاوز ايه وهيديك البروميت المختصر الاحترافي اللي حضرتك تقدر تشتغل به فعبر بنفسك باللغة اللي انت بتفضلها بدون اي مشكلة على الاطلاق واشتغل مفيش اي حاجة تعطلك طيب شباب بعد كده هقول له ابدأ ونشوف البروميت اللي هيدهوني ما نرى انا هو ابدأ ان هو يديلي عنوان للفيديو وبعد كده اديني Cirbox ده الوصف بتاع الفيديو اللي انا محتاجه هو ده بالضبط اللي انا محتاجه في الحواردة كله طبعا هو مديني هنا برضه انا عنوان للفيديو للعنوان ده انا ممكن استخدم tricky when i3 وما انا برفع على الفيديو بتاعي على منصات اليوتيوب التقريب اي والنستجرايم والتقريب ده انا ممكن استخدم اصلا الاعنوان ده لان هو هنا اد games عنوان بحسي عنوان مناسب جدا للفيديو بتاعي فدي برضو جزئية مهمة جدا 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 طيب جميل شباب فانا هنا جيت حطيت وصف الفيديو خلاص واخترت الستايل بتاعي كل حاجة هنا تمام ما فيش فيها اي مشكلة نقص ان انا اعمل جنريت جنريت الفيديو دوت هيكلفني عشرين كوين من الميتين كوين معنى كده ان انا اقدر بالحساب الاول ان انا عملت اعمل عشر فيديوهات ودي حاجة رقاعة جدا وزي ما اتفاني بتم بميل حضرتك بتقدر تعمل عدد فيديوهات لا نهائي جميل جدا فانا هنا عملت جنريت هنستنى اما الفيديو بتاعنا يجهز ونشوف مع بعض بالزبط ايه اللي حصل فيه وطبعا النتيجة ان شاء الله هتبقى مبهرة بالنسبالي ومبهرة بالنسبة لحضراتكم طبعا شباب النتيجة بالنسبالي رائع جدا زي ما حضراتكم شايفين هو جايبني الفيديو متقسم لسين وان سين تو سين سري بالسكريبت بتاع كل سين بالزبط ده الفيديو وهو جايب لك بالسكريبت بالمقاطع اللي ستظهر في الفيديو زي ما تشايف جايب لك صور طبعا انا عشان مختار بالسطيل بتاع سري دي كارتون فهو بالفعل عمل لي حاجة مرضية جدا بالاختيار بتاعي للاختيار اللي انا اختارته فعلا حاجة رائع جدا كمان الميزة ان هو مش مغير في شكل الشخصيات يعني مثلا ده لو الشخصية الاولى والتانية بص معايا ده الشخصية التانية بص معايا نفس السيني التالت نفس الشخصيات فهنا مش بيجيب لك شخصيات عشوائية في كل سين فهنا الموقع بجد رائع الموقع احترافي طيب كل ما انت هتعمله دلوقتي ايه ان انت هتدوس على كلمة نيكست ونيجي بقى للشغل للدلع والتركات والحركات ايه اللي الناس كلها بتحبوا وان انت بقى تلاقي سبتايتل شغالة معاك طبعا عندك انواع سبتايتلز وكلها موجودة هنا تقدر ان انت تختار نوع السبتايتل اللي اشتغلك مع الفيديو فانت هنا بتختار الشكل او الطبيعة اللي انت اعاوز السبتايتل بتاعتك تظهر بها على الفيديو طبعا التايتل او العنوان مش لازم دي تبقى مختار عنوان عادي انت شغال بالسبتايتل بس طيب السبنيل والله يا لأ احنا شغالين زي ما احنا مش نلعب فيها اي حاجة بالنسبة بقى للسين ده جماعة اللي هو ما بين كل صورة والتانية بتظهر بزوم ان عامل ازاي بطيق سريع زي ما انت شايف هنا دي اصرع شوية دي بطيقة شوية فانا بالنسبة لي البطيق ده كويس جدا مفيش فيه اي مشكلة نيجي بقى للجزئية التانية المهمة جدا وهي 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 التقليب ما بين المقطع الاول والمقطع التاني بيبقى شكله عامل ازاي طبعا تقدر ان انت تبص على الحاجة اللي انت حبيبها وتبتدي ان انت تختارها اختار الحاجة المناسبة بالنسبة لك فانا على سبيل المثال هاختار الجلير ده انا شايفه لطيف جدا ولزيز جدا طبعا بالنسبة للفيس اوفر ابتدي ان حضرتك اسمع الاصوات اللي انت عاوز الفيديو بتاعك الفيس اوفر اللي بيتكلم يبقى صوته بالنسبة لك مناسب ولا لا واختار الصوت المناسب عادي جدا اسمع واختار الحاجة المناسبة بالنسبة لحضرتك طيب انا على سبيل المثال هخليها افا عادي مفيش اي مشكلة وانا خلاص اختارت السين بتاعي وكل اموري تمام واختارت الساب تايتل الصفرة دي تحسسا ان هي مناسبة لطبيعة الفيديو بتاعي شوية بعد كده هقول له كومبوزيت طبعا اصدقائي هو هنا خلاص بيجاهز الفيديو بشكل نهاية عشان تقدر ان حضرتك تنزله بصراحة موقع رائع موقع سهل بسيط للاستخدام مش محتاج تعقيد اطلاقا تقعد كده وانت مرتاح بالموبايل بتاعك باللاب توب بكوبات الشاي الجميلة تخرج احلى فيديو في الدنيا تقدر ان انت تربح من وراء الباح ممتزة جدا طب شباب خلونا نشوف مع بعض النتيجة الرائعة بتاعتنا خلينا نشغل الفيديو مع بعض كده طبعا حاجة احترافية جدا حاجة رائع جدا شباب شايفين الترانزيشنز اللي حصلت ده في تقليبة حصلت كده من شوية التقليبة دي هي اللي حضرتك بتختارها طبعا الفيديو معاك احترافي السابطات الاحترافية جداً الـ Voice Over أو الـ Narration اللي بتكلم صوته رائع جداً وهادي كده ما تحسوش ان هو صوت ذكاية استناعية أصلاً الموضوع كله من أول وآخره جبار مفيش علامة مائية مفيش وترمارك تقدر الفيديو مدته دقتين أربعة واربعين ثانية يعني ثلاث دقايق تقدر انت تشتغل به وتنزل عليه إعلانات وتربح بدون أي مشكلة على الإطلاق فإحنا عملين يا جماعة عظمة والعظمة لله واحدة طبعاً ولكن العلمين شغل بجد فاخر شغل حلو كده لاي مبتدئ نفسه ياك ولايش دي برسيتك بجد والله طيب انت أمورك تمام بتعمل ايه تقدر ان انت تنزل السابنيل ممكن هو بيسمح لك انك تنزل الصورة بتاعة الفيديو دوت اهو تنزيل كده وليبتد ان احنا ننزلها على الجهاز بتاعنا بعد كده بنزل الفيديو بتاعنا من هنا ننزله ايضاً خلاص شباب فإحنا معنا خلاص السابنيل بتاعت الفيديو تقدر ان انت طبعاً تكتب عليها الكلام اللي انت عاوزه وتعدل عليها وتبقى سابنيل محترمة محترمة جداً واحترافية جداً كمان الفيديو بتاعنا هو شغال زي الفل من غير اي علامة مائية بوست ترنتيشن شغال سبطاية الموجودة الكواليتي بتاعت الفيديو رائعة الكواليتي عالية جداً مفيش اي باكسلريشن مفيش اي حاجة عشوائية الشخصيات هي هي ثابتة من اول سين لاخر سين بقى معك فيديو احترافي بدون اي مشكلة على الاطلاق يا صديقي ارجوك لو سمحت لو الموضوع عجبك لحد ازيل اللحظة اكيد اللايك ببلاش والله ادوس على اللايك تحت اشترك في القناة لو لسه مشتركتش وفعل زر الجرس لان على طول بتنزل حاجات جديدة اكيد اكيد بتفيد حضرتك بشكل او باخر طيب نيجي الكواليتي المهمة احنا اتفقنا خلاص ان الفيديوهات دي نقدر ان احنا خلاص نرفعها على اليوتيوب الفيسبوك ريز التك توك الانستجرام ونربح من المشاهدات اللي بتيجي عليها زي انا زي الكنوات اللي انا وليتها لحضراتكم في المقدمة بس انت يا مبارك قلتلنا في المقدمة ايضا ان في حاجة اكسترا اضافية نقدر ان احنا نستغل لها كده عشان نقدر نربح بالطريقة اضافية نسحب ارباحنا بالعملة اللي احنا بنفضلها والعملة اللي احنا بنحبها ونسحب بالمحافظ بتاعتنا اللذيذة كده اللي هي البيير بيتكوين لايتكوين ادبانس كاش اتصارات كاش الكلام ده كله بنعمل حاجة زي كده زي دلوقتي يا صديقي انسب طريقة انت بتعملها لما بترفع فيديوهاتك انك بتبتدي اصلا تعمل لها عملية ترويج او ان انت بتسوق لها على السوشيال ميديا ايضا على سبيل المثال انا لما بعمل فيديو على اليوتيوب بقول لكم يا جماعة على التليجرام على الفيسبوك ان الفيديو بتاعي نزل روحوا اتفرجوا عليه طيب نعمل حاجة لطيفة زي كده ازاي تعال اقول لك بقى على التريكاية الاضافية دي اللي هتفرق معاك كتير جدا في الارباة حتضعفها وفي نفس الوقت هتبقى مبسوط وانت بتعملها طيب هنعمل ايه دلوقتي هنروح على بنت الريست دي طريقة مش هتلاقي حدش هروح حالك كتير جدا ولكنها مهمة جدا وبتزود الارباة بشكل لطيف جدا خصوصا ان انا عامل قصة مناسبة شوية للاطفال او للأسر عامة طيب انا جاي هستي كده زي كفر توري او بورتريه للقصة بتاعتي كتبت الاسم بتاعها او عنوان جذاب لها بعد كده قلت له بعد كده حطيت العلامة بتاعة البلاي علامة البلاي من الامنس هنا وتكتب كده بلاي تقدر تاخد اي علامة تحطها على الكفر او التصميم اللي انت بتعمله هل لازم يبقى تصميم توري لا ممكن تعمل تصميم عادي لاندسكير مفيش فيه اي مشكلة وتنزله على الجهاز بتاعك طيب بنرجع كده ونبتد ان احنا نرفع الصورة اللي احنا عملناها دي مع بعضينا اهي فين اوبن جميل جدا نزلت معي بالشكل اللي انت شايفه ده هنا نايس ان حضرتك تحط عنوان الفيديو اللي انت رفعته على الفيسبوك على اليوتيوب بعد تيكتوك ايا كان العنوان ده ايه الوصف بتاع الفيديو ده حط ايضا الوصف ده بالنسبة لللينك على سبيل المثال انت دلوقتي رفعت الفيديو بتاعك ده على الفيسبوك على سبيل المثال بقى ليه لينك اللينك بتاعك ده هتبتد ان انت تاخده يا صديقي وتروح بيه على موقع اسمه try to link الموقع دوت موقع اختصار اه مش اختصار روابط خلينا نسميها تخطي روابط الموقع ده بيسمح للزائر ان هو يتخطي ربطين اتنين لا اقصر ولا اقل مجرد ما هو تخطهم حضرتك بتاخد على كل الف تخطي سبعة دولار زي ما انت شايف السي بي ام بتاعي هنا سبعة دولار ليل ان ده فيديو اجنابي واللي بيشوفه امريكان واجانب وبالتالي انا لو عامل عشر تلاف زيارة هنا زي ما انت شايف انا معي هنا سبعين دولار اتنين وعشرين سنت تقريبا طيب كل اللي انت بتعمله ايه يا صديقي على اعتبار ان انا هاخد لينك الفيديو مثلا لو انا هاخد لينك الفيديو طيب شباب على سبيل المثال انا ارافع الفيديو بتاعي على تيك توك باخد اللينك بتاعه كده بروح بعد كده على try to link واقول له shorten link ابتدى احط اللينك ده كده واقول له shorten وبعد كده هيديني اللينك اللي انت شايفو ده باخده زي ما هو كده copy ونروح على بنت الريست ونحط اللينك بتاعنا هنا اللي بيحصل ايه بالضبط على بنت الريست اي حد بيبقى مهتم ان هو يشوف الفيديو ده يبتد ان هو يدوس على لينك try to link ويبتد ان هو يوصل للفيديو بتاعي الموجود على التيك توك على اليوتيوب على الفيسبوك ايان كانوا يبتد ان هو يتفرج عليه هنا اللي حصل ايه اللي حصل ان المشاهدات اللي جاتلي على السوشيال ميديا سواء تيك توك يوتيوب فيسبوك انا ربحت من خلالها كمان الناس اللي عدت عن طريق اللينك بتاع try to link انا قدبت ان انا اربح من وراها ارباح اضافية طيب try to link يا مبارك بيدينا ارباحنا ازاي ايه هي الهيئة او الطرق اللي موجودة نقدر نسحب بيها ارباحنا تعالى وريك صديقي كده لو روحنا على بعد كده درسنا على كلمة profile وبسطينا مع بعض كده خلينا لو انت مش شايف معي لحظة واحدة هتلاقي قدام حضرتك كل طرق السحب اللي موجودة بيبل موجود بايير فودافون كاش ويب ماني يوز دي تي تي ارسي عشين بايونير اتصالات كاش اورانجي كاش زين كاش طرق للجزائر جوجل بلاي بابجي موبايل مش عارف ايه طيب انت عاوز تسحب ارباحك بالبايير بتختار البايير بتنزل تحت تحط رقم محفظة البايير بتاعتك هنا بعد كده بتقول له شكرا انت كده سجلت طريقة سحب الارباح بتاعت حضرتك على موقع try to link كل دي طرق سحب متاحة لحضرتك تقدر ان انت تزود ارباحك بالطريقة الاضافية الاكسترا دي مش عاوز تستخدمها ما فيش اي مشكلة ولكن الطريقة دي هي من افضل الطرق على الاطلاق لزيادة الارباح بشكل لحظي وبشكل مستمر مش بس تعتمد على مشاهدات على السوشيال ميديا لا انت كمان بتعتمد على الارباح اللي بتيجي من تخطي الناس اللينك بتاع حضرتك اللي انت حطه على بنت الريست ليه الفيديو بتاع حضرتك اتمنى الموضوع يكون سهل وبسيط فعلى سبيل المثال لو انا هنا كتبت مثلا جالاكسي ستوري عشان اكمل لك المنشور بس على بنت الريست هنا انت بتكتب برضو وصف ليه الفيديو بتاعك ايا كان هنا البورد بتاعك بتحط زي ما اتفقنا اي بورد آآ ليه علاقة بالحاجة اللي انت بتنشرها على سبيل السبيل ستوري هنا ديك الكلمات المفتاحية اللي هي علاقة بالمنشور بتاعك فعلى سبيل مثال لو جمنا حية زي كده ستوري تيرنج بتبتد ان انت تحط كل الكلمات المفتاحية اللي هي علاقة بالفيديو بتاعك بعد كده يا صديقي كل انت بتعمل ان انت بيدوس على كلمة عشان تنشر المنشور بتاعك لو دستنا على كلمة بالشكل ده ده بيبقى شكل المنشور بتاع حضرتك على اي حد بقى مهتم ان هو يتفرج على الفيديو بتاع حضرتك سيبتدل ان هو يدوس على اللينك بتاعت رايتو لينك سيبتدل ان هو يتخطي اعلانين حضرتك لو مش مصدقني جرب بنفسك هم اعلانين اتنين بس لا اقصر ولا اقل وهيبصل للفيديو بتاعك على التيك توك عادي جدا بدون اي مشكلة على الاطلاق يبقى انت هنا ضعفت فرص الربح بتاعت حضرتك بدون اي مشكلة على الاطلاق وبشكل مجاني تماما الفكرة هنا ان انت بتشغل دماغك بشكل اضافي شوية عشان تزود من الربح بتاعك برضو بشكل اضافي شوية بس كده شباب حلقتنا تكون خلصت اتمنى تكونوا استفدتوا اتمنى تكونوا استمتعتوا بحلقة النهاردة لو في اي سؤال لو في اي حاجة مش مفهومة يريد تسوئها لي في التعليقات او تتواصلوا معي على الفيسبوك التواصل دلوقتي يا جماعة او قنوات التواصل بتاعتي دلوقتي هي عن طريق الفيسبوك والتليجرام والتعليقات بتاعتكو على الفيديوهات اللي انا برفحها على اليوتيوب الواتساب انا يعني ميخليه هولد شوية الفترة دي لأسباب شخصية ولكن التواصل دايما بيكون دائما وابدا عن طريق الفيسبوك وعن طريق التعليقات على الفيديوهات نفسها بشكر حضراتكم شكرا جزيلا لدعمكم المستمر اتمنى لحضراتكم كل الخير والتوفيق واشوفكم ان شاء الله على خير في حلقة جديدة من فكرة تانية الى اللقاء